السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. تحية لجميع متتبعك. انا تريدت لجميع المستويات مات تراشيد. اذا في هذا الفيديو سنتعرف على نهاية الدول بطريقة بسيطة. شرح بسيط. وغضي يكون فيديو مختصر. اذا لحساب الميت دو اكس واحد تساوي اه اكس سأول الى ناقص معنية تساوي ناقص واحدة. يعني هنا ان الميت دو اكس اكس واحد تساوي اكس يعني دائما الميت دو اكس رقدت هنا يعني اشارة ذات الى هنا اكس deserve on iki. يعني ان هذا العدد هو ناقص يعني كان مثلا بحالي جلنا ناقص جوج ناقص لها38. فغيرت هنا اكد ناقص معنية. اذا كان هنا عندنا اكس 되ؤلي لناقص معنية وكان لانه هنا الاس. انا شوف الاس انه اثنان يعني زوجي. بالتالي سيعطينا ناقص ناقص يعني الى كان تعالنا ناقص مضروبة في ناقص فقد قطينا زائد. اذا هنا بحالي قلنا مسلا ناقص اثنان ناقص اثنان. ناقص اثنان مضربة في ناقس اثنان. ماذا تعطي؟ فناقذ مع ناقز بس ي entscheiden هنا زائد ملا النهاية هنا hitting limit 2 X تساوي Б يعني لدينا X limit 2 دو اثنان مثلا ولا يعني العدد هذا موجب. بتت controlling سعيض ملا النهاية. limit 2 X تساويud يعني X الثلاثة. هنا لدينا زائد ملا النهاية يعني ما ع전ناش اشكال، ا факえ ده عدد فرضي من عدد فرضي يعني بحالة قلتي مثلا شمو الاعداد الفرضية بحالة واحد ثلاثة اه خمسة سبعة تسعة هادو اعداد فرضية يعني والعدد الزوجي هو اتنان اه اربعة ستة تمانية تسعة عفوا اشرة اتنى عشر اغادي اذا هنا عدد فرضي ما معناه رغضي نشرحه في الناقص من غا نوصل الناقص هنا هاد اه بلس لافيني يعني موجب اذا هتكون موجبا المنسبة للعدد الفرضي ههو ثلاثة وعند هنا ناقص ملا نهاية غد تعطينا ناقص ما معناه اذن هنا اه ناقص متعنا بحالة قلتي ناقص ثلاثة في ناقص متعاين كازو اربعة في ناقص متعان ستة اذا اذا ناقص وناقص ريكين اعتنا زعيد وهذ ناقص كتبقى لنا في الأخر يعني تعطينا ناقص ناقص ملا نهاية اcra اذا لأن اس تقولي الناقص وهنا عدد فرضي الى عدد متع هنا عدد اه زوجي اذا هنا شو هنا عنا ناقص. عدد الزوجي شنو كيعطينا؟ يعني ناقص ناقص created قدلت ناقص ثلاثة في ناقص اثنان. فقد عطي الناقص مع ناقص عطينا زائد. عطني هنا ناقص يعني هتولي عطني ناقص. ناقص مثلا في ناقص واحد. غطي بلي ناقص ولكن لقد عطني في ناقص خمسة. غطي بلي زائد. اذا هنا زائد زائد يعني في النهاية تكون هنا زائد من النهاية. زائد من النهاية. ثم غنشوفه في الحالة يعني لان هذا عدد الزوجي. وخالكونا عندنا ناقص هتعطينا زائد. هنا عدد الزوجي. يعني ربعة. هذا الزوجي. قلت عدد الاعداد الزوجية اللي هي هذي هذي نكتبها اتنان اربعة ستة تمانية عشرة اتنى عشر هذو اعداد الزوجية. بالنسبة لنا وخد تكون زائي لك انت عنا زائد منها فتحت عنا زائد منها. يعني مش اشكال. بالنسبة لنا كنشوف دائما قلت اه المعامل دي الاكس مع ان يعني احت ان كنشوف ها عشنو كتكون يعني اذا كانت اكبر من سفر يعني انها زائد اذا كانت سفر يعني ناقص. هنا معامل دي الاكس. هل نشوفو هنا يا. لم تدو ناقص اربعة اكس والثلاثة. لاحظو هنا اكس تأولي لزائد من النهاية. يعني ملكتو عنا اكس زائد من النهاية يعني هذا رغي يكون موجب. لماذا? لأن حالي قلت مثلا ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة. عنا هنا ثلاثة دي الاعداد ولكن كلها اه يعني الاشارة ديها ها موجابة. يعني هنا اكس والثلاثة. اه لكن هنا والاشارة دي هنا زائب. لكن كنشوفو اشارة دي الا اللي هي ناقصة. قد اعطينا ماذا? تبقى. قد اعطينا ناقص. هاد الاشارة هادي هي هادي. اه نشوفو الى كان. نشوفو الحالة دخولة. الى ان هذا المعامل هذا موجب يعني هنا راه زائد عشرة زائد والثمانية وتمانية موجبة بلوس لها فين. اذا اعطينا موجب. لماذا? لان هذا اه زوجي وهذا عدد موجب. اذا الى كان هذا ساليب. لاحظوا هنا عدد اللي هو معامل ساليب. واحتى هذا راه احتى هو يعطينا الساليب. لماذا? لانه عدد فرضي. عدد فرضي ما معنى عدد فرضي انه غدا يعطينا مثلا ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص خمسة. عند امثال دي ثلاثة دي الاعدد يعني لانه عدد آآ فرضي بمعنى ثلاثة. يعني ناقص و ناقص زائد و ناقص رات تعطينا ناقص. ولكن هاد ناقص غادي نجمعها مع هاد ناقص اللي كان هنا. هشو عطينا? عطينا زائد. اذا نغطي لي زائد ملانية. هاي. زائد زائد ملانية. اذا هنا نشوفو هنا عبتاني العميت ديال لهذه كان هنا ناقص. يعني اكس هو ناقص. ولكن هاد موجب يعني ما لانهش اشكال. لهذا كدلك غادي يعطينا لماذا? لانه زوجي. يعني ناقص فناقص. هتعطينا زائد. اذا عطينا زائد ملانية. لانه اربع عدد زوجي بالنسبة لهذه ولكن المعاملة سالي. اذا غادي بقى هاد الساليب هاده لا تغير. لانه هاد هاد زوجي يعني اعطينا ناقص 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 ربع عددين ناقص. هاده زائد. هنا كدلك هاده ها نشوفو هنا عدد موجب يعني مانش مشكلة ولكن هاده ساليب لانه غادي يعطينا ناقص ناقص. اذا هاد زائد وغاي بقى لنا واحد ناقص دل ثلاثة. اذا انه غادي يعطينا ناقص من النهائي. اذا نتبني لكم استفدوا من هات الفيديو وشوفو معي هاد آآ يعني الحالة دي الاس اللي كان آآ زوجي اللي كان فرضي. إلا كان فرضي ركتين بحلقة ناقص 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 وفي الخرق تبقى يونا ناقص. وإذا كان آآ زوجي ركتين آآ يعني ناقص ناقص قد عطينا زايد. لما زوجي يعني مثلا نقوله اس اربعه. ادا شحال دي لناقيس هاديك واحد ناقص ناقص هدي غت عطينا زايد. ناقص الاخرارت عطينا ناقص ولكن لازلنا إلا لنا ناقص خراءات عطينا زائد. اذا كاملة كتساوي زائد. هدا عدد زوجين. عدد فرضي مثلا نقوله اه خمسة. يعني غد عطينا ناقص مع ناقص هذا زائد. ناقص مع ناقص هذا اعطينا زائد. عبتاني ناقص خراءات عطينا ناقص. اذا لماذا? لان هذا عدد فرضي. اذا نتبهنا انكم تستفيد من هذا الفيديو. شكرا للي بغي يشارك يعني يدير اشتراك ابني في القناة ديالي. ما تنساوش انكم تفرجوا في الفيديو واحد دقيقة كاملة عاد كنديرو ابني. يعني تفوت هاد دقيقة تفرج في الفيديو واحد دقيقة وعشرات توانية ولا الى غدالك. اذا عاد تدير هاد ابني هادي. عاد نكليكيه على هادي. وعلى الجرس باش يصلك اي فيديو جديد. وشكرا على تتبعكم. ونسمن التوفيق لجميع. شكرا.